موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الخامسة الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 5 اليونت الثاني الدرس الخامس رأيك بالحيوانات موجودة في صفحة 30 من كتاب الطالب وصفحة 28 من كتاب النشاط قبل ما أعود الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسؤول أستاذ طاعسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامسة الابتدائي صفحة 30 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة رأيك بالحيوانات أسفلها مكتوب read the questions and ask your partner اقرأ الأسئلة واسأل زميلك منطيني مجموعة من الأسئلة ثلاثة أسئلة التلميذ يسألها الزميلة كل تلميذ بالصف يسأل زميلة هاي الثلاثة أسئلة وأجوبة الزميلة يدونهن بذنى الثلاث مربعات إذن هنا مجرد نشاط صفي كل طالب من خلاله يسأل الطالب الثاني عن رأيه في بعض الحيوانات مثل ما راح نجي نوضح للسئلة ويدون إجابة زميلة معناها أجوبة زميلك اللي راح السئلة هاي الثلاثة فهنانا نطيك ملاحظة يقولك think and discuss فكر وناقش يعني هذا النشاط للتفكير والنقاش tell your partner what you think about animals أخبر زميلك عما تعتقده عن الحيوانات فمثلا خلنا نجي نشوف الأسئلة ونشوف شون يخليني راح أفكر وناقش زميلي عن الحيوانات number one أولا what animals do you think are dangerous ما الحيوانات التي تعتقد بأنها dangerous خطيرة فهنانا يعتمد على رأي الطالب بعض الطلاب يشوفون lions and snakes are dangerous الأسود والأفاعي خطيرة بعض التلاميذ يشوفون أن sharks and lions are dangerous القروش والأسود خطيرة بعض الطلاب يشوفون أن tigers are dangerous النمور خطيرة إلى آخره فهنانا الطالب يعبر عن رأيه عن الحيوانات التي يعتقد بأنها dangerous خطيرة شو يقول يقول أنا أعتقد مثلا lions and snakes are dangerous أعتقد بأن الأسود والأفاعي هي خطيرة فالطالب الآخر يدون إجابته sharks, lions and snakes are dangerous القروش, الأسود والأفاعي تعتبر حيوانات خطيرة هنا أنا الطالب مجرد يعبر عن رأيه عن الحيوانات التي يعتقد بأنها dangerous خطيرة نمبر 2 ثانيا what animals do you think are friendly ما الحيوانات التي تعتقد بأنها friendly ودودة فكذلك الطالب يفكر ويقول شون الحيوانات اللي يعتقد بأنها friendly ودودة فمثلا يكتب نفس الطريقة I think أنا أعتقد بأن مثلا dogs بعض التلاميذ يقولون dogs are friendly الكلاب تعتبر حيوانات ودودة بعض التلاميذ يقول مثلا cats القطط الآخري قلنا هنا تعتمد على رأيه الطالب فمثلا نقول I think dogs and dolphins are friendly أعتقد بأن الكلاب والدلافين friendly ودودات حيوانات ودودة نمبر 3 ثالثا what are your favorite animals ما هي حيواناتك المفضلة هنا كذلك تعتمد على رأيه التلميذ كل تلميذ أدى حيوان مفضل يفضل حيوان على مجموعة من الحيوانات هنا الجواب سيكون مختلف أخذنا بالرابع الابتدائي والثالث دائش ونعبر عن الرياضات المفضلة عن الدروس المفضلة فش أقول My favorite animals are حيوانات المفضلة هي مثلا horses cats القطط الآخري My favorite animals are horses and cats حيوانات المفضلة هي الأحصنة والقطط هذا ما أخص النشاط الأول مجرد نشاط يخلينا أفكر عن الحيوانات اللي أعتقد بأنها خطيرة الحيوانات اللي أعتقد بأنها ودودة حيوانات المفضلة إلى آخره مجرد نشاط لتطوير مهارة النقاش والتفكير أبأسهلها مكتوب listen and point استمع وأشر من طين صورة لحديقة حيوانات مجموعة من الأشخاص يشاهدون هذه الحيوانات يتحدثون فيما بينهم المقطع الصوتي هي عبارة عن محادثة هؤلاء الأشخاص عن الحيوانات اللي دا ينظرون إلها يقول لك من خلال المقطع الصوتي كل شخص يتحدث عن حيوان معين أشر عليه وعلى الحيوان اللي يتحدث عنه listen استمع and point وأشر نعم المفروض داخل الصف يكون هاي صورة كبيرة لحديقة الحيوانات هذه والطالب من خلال المقطع الصوتي يأشر على المكان اللي يتحدثون عنه في المقطع الصوتي فنسمع المقطع الصوتي ونحاول نأشر على المكان اللي يتحدثون عن الأشخاص والحيوانات اللي يتحدثون عنها هل نسمع المقطع الصوتي وشي track 28 unit 2 lesson 5 listen and point look at all these animals yes look at that big lion it is beautiful but it's very dangerous and look at this snake it is looking at me i think it's dangerous too look at the monkeys they want to get out of their cage monkeys are intelligent animals and they are playful too my favorite animal here is the shark it is very dangerous my favorite animal is this lovely horse it is very fast and it's a beautiful animal لاحظنا من خلال المقطع الصوتي انه دول مجموعة من الأشخاص كل الشخص يتحدث مع زميله مع اللي يقف بجانبه عن الحيوانات اللي ينظرون إلها ها مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة الاستماع ننتقل الى اسفل الصفحة listen and complete the sentences استمع وأكمل الجمل التالية منطيني مجموعة من الجمل الناقصة كل جملة بها صفة ناقصة وكذلك منطيني مجموعة من الصفات أوزع هاي الصفات على ذن الفراغات من خلال المقطع الصوتي راح نحل ذن الفراغات نوزع ذن الكلمات أو ذن الصفات على ذن الفراغات وبعدها نعرف شان المطلوب حفظه من هذا التمرين خلال نسمع المقطع الصوتي أو واشي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي إذن من خلال المقطع الصوتي قدرنا نحل الفراغات أو نوزع الصفات على هذه الفراغات طبعا قبل ما نبدأ نوضح التمرين هذا التمرين جدا مهم من الممكن نجيني بسؤال مفردات على شكل سؤال اسقاطات أو حتى على شكل اختيارات فهنا أنا مثلا يجيبي بمتحان يقول لي The snake is فراغ ومنطيني فوق بالاسقاطات كلمة large فأنا لازم أعرف أنه Large هي معناها كبير هي صفة snake The snake is large الأفعى كبير من صفات الأفعى أنها كبيرة and fat وكذلك سمينة أو سميكة It sleeps a lot أنها تنام كثيرا اللي نام كثيرا شن يكون صفته It's lazy يكون كسولا The shark isn't gentle القرش ليس لطيف نعرف أن القرش ليس من الحيوانات اللطيفة It's very dangerous إنه خطير جدا It has small eyes نلاحظ أنه لديه عيون صغيرة and very big teeth وأسنان كبيرة جدا Number 3 ثالثا The horse is fast الحصان سريع It's brown بني with long tail بذيل كبير tail معناها ذيل It eats grass ويأكل العشب هذه المعلومة كذلك نحفظها أن الحصان يأكل العشب هذه المعلومات جدا مهمة لازم أحفظها أحفظ صفات الحية نحن ننتبه الأمر إذا الطاني اسم الحيوان معناها يريد الصفة العامة The snake is large الأفعى كبير and fat وسميك هذه الصفة العامة It is very dangerous إنه خطير جدا القرش خطير جدا هذه الصفة عامة الطاني اسم الحيوان و is بينما إذا الطاني اسم الحيوان و has معناها يريد صفة موجودة بشيء بجسم هذا الحيوان مثلا نقول It has small eyes لديه عيون صغيرة هنا نلاحظ أنه لما نخلالي has وصفت شيء موجودة بجسم الحيوان and very big teeth وأسنان كبيرة كذلك هذا الشيء موجودة بجسم الحيوان The horse is fast إذا الطاني اسم الحيوان و is معناها صفة عامة The horse is fast الحصان سريع هاي صفة العامة إنه سريع It is brown لونه بني كذلك هاي صفة عامة وهكذا مع البقية إذا إذا has مثل ما راح نجي نحل بهذا التمرين القادم إذا has معناها يريد صفة شيء موجودة بجسم الحيوان و is يريد الصفة العامة للحيوان فننتقل إلى هذا التمرين Can you find the adjectives هل يمكنك أن تجد هذه الصفات هنا نمطيني ثلاث صفات حروفا وبعثرة يريد أن يطلع الإملاء الصحيح لهذه الصفات مثل ما وضحنا أن الصفات لازم نحفظها نملاءا واحدة من الأمور المهمة والتمارين المهمة اللي ممكن تجينا على شكل الإملاء هو هذا التمرين فهنا هنا هذه الصفة الأولى يا صفة شن الصفة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة أكيد صفة fast fast سريع كذلك هذه كلمة ثانية شن الصفة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة أكيد الصفة dangerous خطير والثالثة هي صفة gentle لطيف ننتقل إلى أسفل التمرين تمري جدا مهم complete the sentences أكمل الجملة التالية هنا منطين اسم الحيوان و is اسم الحيوان و is و كذلك مع البقية وهنا اسم الحيوان و has اسم الحيوان و has ذكرنا أنه إذا الطاني is معناه يريد الصفة العامة فمثلا number one أولا the snake is فراغ الأفعى is فراغ شنو صفة الأفعى؟ نعرف أنه من صفات الأفعى أنها fat سمينة و large كبيرة فمثلا أكتب large كبيرة the snake is large الأفعى كبيرة the snake is فراغ كذلك يريد صفة ثانية للأفعى أقول له مثلا fat the snake is fat number three ثالثا the snake is فراغ يقول لك الطيني بعد صفة للأفعى فمثلا أقول the snake is lazy كسولة الأفعى كسولة number four رابعا the shark is فراغ ننتبه هنا أنا shark ومو snake هي تقريبا مش شابهة لكن ننتبه لها the shark is فراغ كذلك هنا أنا يريد صفة عامة للشارك القرش من صفات القرش أنه شنو؟ نعرف أنه من صفات القرش أنه خطير dangerous the shark has هنا أنا ميري صفة عامة يريد فتشي موجودة بجسم القرش شون عرفت من خلال كلمة هاز القرش لديه مثلا نقول له small eyes عيون صغيرة أو big teeth أسنان كبيرة اثنين تنصح حيحات small eyes أو big teeth number six سادسا the horse is فراغ الحصان يعتبر فراغ كذلك هنا صفة عامة قلنا من صفات الحصان أنه سريع fast the horse has الحصان لديه بما أنه هاز يريد فالصفة موجودة بالحصان مثلا نقول له long tail ذيل طويل فقل له long tail number eight the horse eats فراغ الحصان يأكل فراغ ذكرنا قبل دقيقة أن الحصان يأكل العشب اللي هو grass هذه المعلومات جدا مهمة من الممكن أن يتجيني بالامتحان بسؤال المفردات لازم أعرف صفات كل حيوان كذلك الصفات الموجودة بداخل جسمه مثلا shark الخرش يملك small eyes عيون قصيرة big teeth أسنان كبيرة كذلك horse الحصان يملك long tail ذيل طويل وهكذا مع البقية وكذلك ننتبه إلى هذه الصفات من ممكن أن تجيني بالامتحان بسؤال الملاء على شكل حروف مباثرة مثل ما هو من طينياهن لذلك لازم ننتبه إلى أملاء الصفات مثل ما وضحنا بدروس سابقة ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين أي your friend did his homework but forget some words صديقك عمل الواجب البيتي لكنه نسي بعض الكلمات can you help هل يمكنك أن تساعده نانا هذا التمرين قطعة كاملة عن dolphins about dolphins عن دلافين وبي بمجموعة من الفراغات هاي الفراغات جدا مهمة ومن الممكن أن تجيني بالامتحان بسؤال مفردات على شكل سؤال اسقاطات رح نقرأ القطعة نوضح مفرداتها ونحاول نحل ذن الفراغات من خلال شنو؟ من خلال ذن الكلمات اللي من طينياهن بتمرين بي لذلك ننتبه لنستخدم أحد ذن الكلمات اليوم في الصف تعلمنا عن بعض الحيوانات كيف تكون تعلمنا الكثير من الكلمات الجديدة أكتب الآن عن الدلافين الدلافين تعيش في البحار حول العالم ننتبه إذا سعني الأستاذ داخل الصف يقول لي أين تعيش الدلافين؟ فلازم أعرف أن الدلافين تعيش في البحار سي بحر سي بحار حول العالم الدلافين يمكن أن فراغ لمدة طويلة شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ نجي نشوف الكلمات friendly ودود غير مناسبة للفراغ live تعيش الدلافين يمكن أن تعيش لفترة طويلة نعم هذا أكثر خيار مناسب للفراغ فأخلي live يمكن للدلافين أن تعيش لفترة طويلة more than 40 years لأكثر من أربعين عام Dolphins are very فراغ and social animals الدلافين جدا فراغ وهي حيوانات اجتماعية شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ ندور حيوانات friendly ودودة من الممكن أن تكون حيوانات ودودة و اجتماعية خل نشوف غير صفة playful محب للعب كذلك من الممكن أن تكون هذي مناسبة للفراغ نشوف غير صفة intelligent ذكية كذلك هذي مناسبة للفراغ فنخلي intelligent حيوانات ذكية و اجتماعية لان رح نشوف ان ذن الكلمتين تناسبنا بغير فراغات حيوانات ذكية و اجتماعية social means that they live in groups with other dolphins شنو معنى social اجتماعي؟ شنو معناها؟ نوضح لي ان social الاجتماعي means تعني that they live in groups تعني انها تعيش في مجموعات with other dolphins مع الدلافين الاخرى بدليل اعلانها حيوانات اجتماعية just like a فراغ بالضبط مثل الفراغ مثل شنو؟ شنو اللي دائما يعيش كمجموعة؟ مثل family العائلة تعيش في مجموعات بالضبط مثل العوائل Dolphins have their own special language الدلافين لديها لغة خاصة بها اذا الدلافين تتحدث لغة خاصة بها their own special language لغة خاصة بها and like to speak to each other وتحب التحدث لبعضها البعض Dolphins like to play games الدلافين تحب ان تلعب الالعاب they are very فراغ انها جدا فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ هنا بما انها تحب الالعاب فهي playful محبة للعب you can see dolphins playing and jumping out of the water يمكنك رؤية الدلافين تلعب وتقفز فوق الماء people can swim with dolphins الناس يمكن ان يسبحوا مع الدلافين because they are usually فراغ to humans ليش الانسان يسبح مع الدلافين؟ لانها تعتبر فراغ بالنسبة للبشر شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ اكيد كلمة friendly تعتبر ودودة للبشر هذا ما يخص تمرين تمرين أي تمرين جدا مهم من الممكن يجيب لي احد ذن الجمل ويخيرني بين اختيارين او يجيب لي على شكل سؤال اسقطات اسقط الكلمات بفراغات مناسبة لذلك هذا تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري ننتقل الى تمرين سي انظر الى صفحة 28 من كتاب النشاط فكر في اجوبتك عن هذه الاسئلة عن الدولفين اسكوا بك هذه الاسئلة جدا مهمة بالامتحان الشفوي والامتحان التحريري الامتحان الشفوي ممكن الاستاذ داخل الصف يسأل الطالب مثلا كيف تبدو الدلافين يعني يريد صفة الدلافين فالطالب لازم يعرف يجاو لذلك ذن الاسئلة مهمة وكذلك بالامتحان التحريري بسؤال المفردات من الممكن يجيني what are dolphins like ويريد من عندي صفة الدلافين باعتبارها نحافظ ملاء الصفات فمثلا number one اولا what are dolphins like كيف تبدو الدلافين ما هي صفة الدلافين نعرف ان الدلافين هي حيوانات intelligent ذكية social اجتماعية playful محبة للعب الاخره فاي صفة خاصة بالدلافين اكتبها هي صفة صحيحة فمثلا نقول they are intelligent and social animals هي حيوانات ذكية واجتماعية number two ثانيا why are dolphins social animals why لماذا لماذا تعتبر الدلافين حيوانات اجتماعية شون نعرف انها حيوانات اجتماعية ذكرنا بالقطعة ان الدلافين تعتبر social اجتماعية ليش لانها تعيش في مجموعات مع الدلافين الاخرى فاقول because they live لانها تعيش in groups بمجموعات على شكل مجموعات because they live in groups number three ثالثا what language do dolphins speak ما اللغة التي تتحدثها الدلافين نعرف ان language لغة ذكرنا بالقطعة ان الدلافين تتحدث لغة خاصة بيها فاشاقول their own special language they speak their own language لغتهم الخاصة number four رابعا do dolphins like human هل الدلافين تحب البشر ذكرنا انه اذا بدأ السؤال بفعل مساعد ادو فعل مساعد يكون الجواب اما بيس او نو فهنا هل الدلافين تحب البشر ذكرنا بالقطعة ان الدلافين هي ودودة مع البشر فالجواب yes yes they are friendly to humans انها ودودة مع البشر where do dolphins live where اين اين تعيش الدلافين ذكرنا بالقطعة ان الدلافين تعيش في البحار حول العالم فقول in the seas around the world they live in most seas around the world تعيش في معظم البحار حول العالم هذا ما يخص تمرين سيه تمرين جدا مهم هنا انا الاسئلة للتلميذ الاول وعدنا اسئلة كذلك للتلميذ الثاني انظر لصفحة 31 من كتاب الطالب think about the answers فكر بلجوبة to the question لهذه الاسئلة about horses عن الاحصنة ask your partner واسل زميلك كذلك مجموعة من الاسئلة هنا على الاحصنة the grass العشب فأقول they eat grass انها تأكل العشب what color are most horses ما لون معظم الاحصنة ذكرنا بذات الدرس ان معظم الاحصنة لون هيكون brown they are brown what are horses like كيف تبدو الاحصنة شن صفتهم ذكرنا من صفات الحصنة fast they are fast they are fast in the picture what does the horses tail look like في الصورة كيف يبدو ذيل الحصن شن صفت ذيل الحصن ذكرنا ان صفت ذيل الحصن long طويل long tail it is long انه طويل do you like horses هل تحب الاحصنة هل تعتمد على رأي التلميذ بعض التلاميذ يقول yes i like نعم احبها or yes i do بعض التلميذ يقول لا 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 احب الاحصنة فهنا انا تعتمد على رأي طالب مثلا نقول yes i do او طالب الاخر يقول no i don't هذا ما يخص التمرين سي تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري وكذلك الامتحان الشفوي من الممكن يجين بسؤال مفردات على شكل اسقاطات او على شكل اختيارات الى اخره فمثلا يقول لي what do horses eat ما الذي تأكله الاحصنة ويخيرني بين خيارين grass low flower العشب low الورود فهنا نحن اكيد الاحصنة تأكل grass العشب هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم اخذنا من خلاله مجموعة من الصفات الجديدة تحدثنا عن الدلافين بشكل موسع اكثر وعرفنا مجموعة من الاسئلة عن الدلافين عرفنا اللغات التي تحدثها الدلافين عرفنا صفات اكثر عن الاحصنة ومجموعة من التمارين المهمة جديدة اللي ممكن تجين بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسارة واضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة